بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فموضوعنا اليوم هو عن أحكام الزكاة الزكاة معناها في لغة العرب تطلق على معاني منها النماء والزيادة والمدح والتطهير والصلاة ونحو ذلك وأما المعنى الشرعي الاصطلاحي فهو حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص وحكم الزكاة هي الركم الثالث من أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام ولا يستقيم إلا بها وعليها والله جل وعلا جعلها فرضا على كل مسلم واجد للمال يبلغ نصابا وقد قال الله تعالى وأقيم الصلاة وآت الزكاة وقرنها الله تعالى بالصلاة في مواضع كثيرة من كتابه منها قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الركم الثاني أنها الركم الثالث من أركان الإسلام عندما قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإيقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه كما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل قال صدقت والرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن ليعلمهم الإسلام قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صادقة تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المضروم فإنه ليس بينها وبين الله الحجاب فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة هي التي تلي الصلاة في الأهمية والمكانة في هذا الدين يقول الإمام الشيخ بن سعدي رحمه الله كثيراً ما يجمع الله تبارك وتعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود جل وعلا والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود جل وعلا وسعيه في نفع الخلق كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه فلا إخلاص ولا إحسان وقد أعد الله تعالى عذاباً شديداً لمانع الزكاة فقال جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير كما قال جل وعلا في الوعيد الشديد للذين لا يخرجون الزكاة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفطونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تبين عقوبة مانع الزكاة كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام من آتاه الله مالاً فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة شجاعاً يعني ثعباناً ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم والله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير ويقول عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم قيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار رواه مسلم ومن جحد وجوب الزكاة فإنه يحكم عليه بالكفر والردة عن الإسلام يقول العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله من أنكر وجوب الزكاة فهو مرتد عن الإسلام كافر به وأما من أقر بوجوبه لكنه هو ترك ذلك تهاونا وكسلا فهل يعتبر مرتدا أم لا الذي رجحه الكثير من أهل العلم أنه لا يكفر ولكنه جحد ركنا من أركان رفض أداء ركن من أركان الإسلام واجب عليه وأبو بكر رضي الله تعالى عنه جهز الجيوش الإسلامية لقتال مانع الزكاة وقاتلهم لأنهم منعوها فلا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يجحد الزكاة أو يتمنع من أدائها وزكاة مغنم لصاحبها ونعمة من الله تعالى فليست ضريبة ولا غرامة وإنما هي عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا وقد بيّن الله تعالى أن الإنسان الذي يخرج هذا الحق الواجب عليه أنه يرد إليه مضاعف أضعافا كثيرة كما جاء في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنطلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء وفي كل يوم ينزل ملكان أحدهما يقول اللهم أعطي ممفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا فالزكاة نماء وربح ومغنم لصاحبها كما أنها سبب من أسباب دخول الجنة كما جاء في حديث معاذ بن جبر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألتني عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت رواه الترمذي كما أنها سبب لنيل رحمة الله تبارك وتعالى كما جاء في قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وهي أيضا تطهير للإنسان من الذنوب والآثام ومن الشح والبخل كما جاء في قوله جل وعلا خذ من عموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والمحافظة عليها سبب من أسباب بلوغ العبد منزلة الصديقين والشهداء كما جاء في حديث عمر بن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من قضاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته وآتيت الزكاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء رواه أحمد كما أن من أداها طيبة بها نفسه ذاق طعم الإيمان والله تعالى حذر من المن بها وأمر بأدائها بلا من ولا أدى عن عبد الله بن معاوية العاضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يعطي الهرمة ولا الدرية ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره رواه أبو داود أي أن الإنسان يخرج زكاة من أوساط أمواله كما جاء في قول تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ونهى عن أن يتيمم الإنسان الرديء من المال وقال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه فيخرج الإنسان من أوساط ماله لا يخرج أجود ماله ولا عن رديء من ماله وإنما من أوساطه والزكاة منها ما هو زكاة الأموال ومنها ما هو زكاة الأبدان وزكاة الأبدان هي زكاة الفطر فزكاة الأموال تجب على كل مسلم حر مالك للنصاب ملكا مستقرا ومضى عليه الحول إذا كان مما يمضي عليه الحول أو عند الخارج من الأرض كالحبوب والنباتات ونحوها ويستثنى من ذلك ربح التجارة ونتاج السائمة فإن حوله هو حول أصله والأموال التي تجب فيها الزكاة أنواع منها النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامهما مثل العملات الورقية السائدة في زمن هذا فتجب فيها الزكاة عند بلوغ النصاب وتمام الحول والنصاب بالنسبة للذهب هو عشرين مثقالا أي ما يعادل خمسة وثمانين إجرام وثلاثة أسباع إجرام وأما بالنسبة للفضة فهي مئتي درهم أي ما يعادل خمسمية أو خمسة وتسعين إجرام من الفضة فما يعادلها من العملات الورقية كل يوم بحسبه ويعتبر في تقدير نصاب العملات الورقية بما هو الحظ للفقراء من الذهب أو من الفضة وقد حذر الله تعالى عدم إخراج الزكاة في النقدين كما جاء في قول تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى علي في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ومقدار الزكاة التي تخرج في الذهب والفضة هي ربع العشر يعني أثنين ونصف في المئة من كل أربعين واحد فإذا كان عند الإنسان نصاب فزكاة هذا النصاب هي ربع العشر لو كان عندك عشرة آلاف ريال فزكاتها مائتين وخمسين ريال وهذا قدر يسير وبسيط بالنسبة لما عندك مما منحك الله تعالى إياه من المال والمال الذي وصل إليك هو من الله قد أعطاك إياه قادر على أن ينزعه منك في أي لحظة فأخرج هذا القدر اليسير يكون تزكية لنفسك ولمالك وحفظا لك ولصحتك ولمالك وربحا لك عند اجتداد الكروب وأما النوع الثاني من الأموال فهو السائمة من بهمة الأنعام بهمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم والسائمة معناها التي ترعى أكثر الحول فهذه تعتبر سائمة هي التي تخرج فيها الزكاة وأما إذا كانت غير سائمة بمعنى أنه يجلب لها العلف في الحظائر فلا زكاة فيها فيجب على الإنسان أن يخرج الزكاة على هذه الأموال وقد جاء في الوعيد على من لا يخرج زكاة قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي ذرن الغفار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاة إلا جاء يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأه بأضلافها كلما نفدت أخراها أعادت إليه أولاها حتى يقضى بين الناس متفق عليه ويشترط لزكاة السائمة أن يمضي عليها سنة كاملة 12 شهرا وأن تبلغ نصابا وأن تكون سائمة وأن لا تكون من العوامل يعني لا تكون الإبل مثلا مهيئة للنقل العمتعة أو للسفر أو للسانية لنزح المياه فهذه الأزكاة فيها ونصاب الإبل كل خمس من الإبل يجب فيها شات إلى 24 ففيها أربع شياة و25 فيها بنت مخاض وهي ما تم لها سنة من الإبل الصغيرة إلى 36 ففيها بنت لبون وهي ما تم لها سنتان وهكذا تفاصيلها في أماكنها وأما البقر فنصابها أن تبلغ 30 وفي كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعه وهو ما تم له سنة من البقر وفي كل 40 مسنة وهو ما تم له سنتان وأما الغنم فنصابها 40 إذا تمت 40 ففيها شات إلى مئة وعشرين ومئة وواحد وعشرين فيها شاتان إلى مئة وواحدة ففيها ثلاث شياة ثم في كل مئة شاه فيخرج الإنسان هذا القدر اليسير من هذا الخير الكثير الذي سلطه الله تعالى عليه ومنحه إياه وعما الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فتجب الزكاة فيما يكال ويدخر إذا كان قد بدى صلاحه ونضجه وقد قال الله تعالى كنوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده فالتمر والزبيب والقمح والشعير والذرة والدخن والفول والعدس والعرز ونحوها إذا أنها حان حصادها فإنها تجب فيها الزكاة والنصابها هو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع ثلاث لترات يعني ما يعادل تسعمائة لتر هذا يعتبر نصاب الزكاة في الخارج من الأرض ففيها الزكاة إذا بلغت هذا وكانت مما يكال ويدخر وأما إذا كانت من الخضروات والفواكه فهذه لا زكاة فيها وإنما الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحور وبلغت إنصابا من النقود وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس أوسق صدقة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ويخرج الزكاة هي تعتبر نصف العشر إذا كانت مما يسقى بمؤونة وكلفة بحيث تنزح المياه وتجلب لها وأما إذا كانت بعلية كالذي يسقى بمياه الأمطار فهذه زكاتها هي العشر كاملا وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر وفيما سقت الثانية نصف العشر رواه مسلم وأما عروض التجارة والمراد بعروض التجارة ما أعد للبيع من أجل الربح بجميع أنواعه سأنا كان أطعمه أو أقمشه أو أثاث أو عقار أو سيارات أو غيرها كل شيء أعد للبيع فهو من عروض التجارة تجب فيه الزكاة إذا مضى على الإنسان وقد دخل في هذا العمل مدة سنة فربح التجارة وأصل المال كله يزكى وزكاته كزكاة النقدين ربع العشر فإذا كان في مثل هذا اليوم دخل في تجارة فتح له محلا تجاريا وصار يبيع ويشتري من هذه البضائع وقد بدأ بعشرة ألاف فبعد سنة في مثل هذا اليوم مثلا فإنه يخرج الزكاة عن أصل المال وعن ربحه إذا كانت العشرة ألاف صارت الآن خمسين ألف فيخرج زكاة خمسين ألف وإذا كانت نقصت عن العشرة ألاف وصارت العشرة ألاف ثمانية فيخرج زكاة ثمانية ألاف والزكاة تصرف إلى المستحقين وقد ذكرهم الله تعالى بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فتصرف لهذه المصارف إذا كانت كلها مما يحتاج للزكاة وأكثر الناس وأشدهم حاجة هم الفقراء والفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد شيئا أقل من نصف كفايته ثم يليه المسكين وهو الذي قد يجد النصف لكن لا يجد كفايته فهؤلاء يعطون من الزكاة ما يكفيهم ولو أن الإنسان أعطاه زكاته لشخص واحد هو محتاج لها كلها فإنه بهذا تبرأ ذمته وتكون زكاة قد وصلت إلى محلها والعملون عليها هم جبات الزكاة الذين يكلفهم بذلك السلطان الذين لا رواتب لهم ولا مكافأات فإنهم يعطون مكافأة لهم من الزكاة والذي يعطيهم هو ولي الأمر الذي كلفهم وأما المؤلفة قلوبهم فهو الإنسان الذي يرجع إسلامه بإعطائه من الزكاة أو كف شره عن المسلمين أو تقوية إيمانه ونحو ذلك فيعطون من الزكاة لأجل ترغيبهم في الإسلام أو لأجل كف شرهم عن المسلمين وأما الرقاب فهؤلاء هم الذين يرادوا تخليصهم من الرق بشرائهم من أسيادهم بشيء من مال الزكاة فيساعدون على شراء أنفسهم ونحو ذلك وأما الغارمون فهؤلاء هم المدينون العاجزون عن وفاء الدين وقد يكون الإنسان غارما لإصلاح ذات البين قد يكونه في نفس غني لكنه يسعى للإصلاح بين الناس ويعطي من ماله فهذا إذا لم يساعد يكون يتعطل لأنه قد نفد ماله فيساعدون لإصلاح ذات البين وقد يكون غارما لعجزه هو عن سداد ديون لحقته وهو يعجز عن سدادها فيعطى هؤلاء من الزكاة لأنهم يعجزون عن سداد ووفاء ما عليهم من الدين ويراعى في هذا أن لا يكون الإنسان متهوراً ومتلاعباً بالأموال وأما في سبيل الله فهو المال الذي يدفع للمجاهدين في سبيل الله الذين يجاهدون وليس لهم ديوان يعني ليس لهم رواتب ولا مخصصات من ولي العمر وإنما قاموا بهذا من تلقاء أنفسهم في وقت لم يكن هناك ديوان ولا قدرة مالية لدفع الزكاة للمجاهدين وأما ابن السبيل فهو الإنسان المسافر الذي انقطع في سفره ولم يجد مالاً ينفق به على نفسه فيعطى ما يحتاجه في سفره إلى أن يصل إلى بلده فهؤلاء هم أهل الزكاة فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وما يحتاجون إليهم في مثل هذا الظرف الذي يمرون به وأما النوع الثاني من أنواع الزكاة فهي زكاة الفطر والمراد بالفطر هو الفطر من جميع رمضان أي انتهاء رمضان فهذه صدقة مقدرة عن كل مسلم يخرجها الإنسان عند نهاية رمضان تجب بآخر يوم بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان وأفضل أوقاتها ما قبل صلاة العيد بين صلاة الفجر وصلاة العيد ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد وهي واجبة على كل مسلم صغير أو كبير رجل أو امرأة غني أو فقير إذا كان واجداً قدرها في يوم العيد مما هو زائد عن حاجته وحاجة عياله ومن تزمه نفقته وهي نوع من الزكاة خاص تخرج من ما عادت الناس اقتياته وادخاره في هذا البلد وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وإخراجها في هذا اليوم له حكمة وسر ومشروعية وهو أنها طعمة للمساكين في هذا اليوم وطهرة للصائم من اللغو والرفث وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وهي من شكر الله على نعمة الله تعالى العبد أن وفقه للقيام بالصيام وبها أيضا تمام السرور على بقية المسلمين من الفقراء والمساكين وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه أن يخرجوها مما هو متوفر عندهم من أطعمتهم التي تقتات وتدخر كالتمر والشعير والزبيب والأقط والبر فيخرجها الإنسان مما عادته اقتياته وليس من الأمور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن بإخراجها منها النقود فلا تخرجوا من النقود لأن النقود كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة ولم يكونوا يخرجوها بينما أخرجوا الزبيب والأقط والشعير والتمر وما يشبهها مما هو يؤدي الغرض لتقوم به مثل الأرز والذرة والدخن والعدس وما شابهها وأما الجنين فيستحب إخراجها عنه ولا يجب ذلك لكن لو أخرج الإنسان عن الجنين في بطن أمه فإن هذا من المستحبات جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعة من طعام أو صاعة من أقط أو صاعة من شعير أو صاعة من تمر أو صاعة من زبيب متفق عليه عليه والمقدار المطلوب هو الصاع والصاع أربعة أمداد والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل فيملأ الإنسان كفيه جميعا أربع مرات هذا يعتبر صاعا ويقدر هذا بثلاث لتر فهذا هو مقدار الصاع ويخرجها الإنسان يخرج الإنسان زكاة الفطر في المكان الذي هو فيه ليلة العيد هذا هو الواجب عليه أما لو كان في بلد غير بلده وأهله في بلد آخر فوكل أهله أن يخرجوها عنهم وعنهم فإنه يجوز ذلك لكن الأفضل أن الإنسان يخرجها في المكان الذي هو فيه ليلة العيد أي أنه أفطر من رمضان في هذا المكان فحينئذ يجب عليه إخراج الزكاة في هذا المكان وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين متفق عليه يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر فلا يصرح أن الإنسان يخرجها الآن أو يوم خمس وعشرين وإنما تخرج عند انتهاء رمضان أو قبله بيوم أو يومين ليتمكن الفقراء من تهيئاتها إذا كانت تحتاج إلى طحن أو تجهيز أو نحو ذلك وأما أفضل أوقات إخراجها فهو قبل صلاة العيد وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تعدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه والمراد بالصلاة هنا هي صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدىها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدىها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود ومن لم يخرج صدقة الفطر في وقتها فإنه يزمه أن يخرجها بعد ذلك قضاءا ويكون قد أثم بتأخيرها إذا كان ليس له عذر هذه هي جملة المسائل المتعلقة بهذا الباب باختصار نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومن جميع المسلمين الصلاة والزكاة والصيام والقيامة وسائر القربات إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ونسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلف عنهم ما يؤذيهم من الأوبئة والأمراض والشرور والآثام والفتن ونسأله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ترجمة نانسي قنقر